بعد الحادثة سماحة سيد مقتد الصدر توجه لزيارة سماحة سيد صدر الدين القبنشي ما هي الرسالة التي أراد إيصالها سيد مقتد الصدر؟ ربما هناك من يرى أنها رسالة لمن يريد إثارة الفتنة بين أبناء مجتمع النجف أو ربما البعض يقرأوها قراءة أخرى يعني هناك لعله عدة رسائل وليست رسالة واحدة من أهم هذه الرسائل هي المكانة الكبيرة لسماحة السيد صدر الدين القبنشي لو لا أنه يتمتع بمكانة مؤثرة متصدية في توجيه المجتمع في توجيه مسارات الحكومة الاتحادية أو المحلية في ضبط إيقاعات العملية السياسية لما شاهدنا أن سماحة السيد مقتد الصدر يقوم بهذه الزيارة فهذه رسالة مهمة تعبر عن أهمية وتأثير مكانة سماحة السيد صدر الدين القبنشي في النجف الأشرف وفي عموم الوضع الاجتماعي والسياسي والعلماء كذلك في هذه المكانة كذلك هي رسالة تقول بأن النجف لا يمكن أن تكون منطقة يسرح ويمرح فيها الخارجون عن القانون ويجب أن يكون الكل تحت طائلة حاكمية الدولة وسلطة القانون وفرض قوة القوات الأمنية ورسائل عديدة في الحقيقة حضور سماحة السيد الصدر حضور نخب حوزوية ودينية وعسكرية وحجدية وسياسية وعشائرية وجامعية من مختلف فئات المجتمع العراقي كلها أكدت هذه الرسالة أنهم متضامنون مع شخص سماحة السيد صدر الدين القبنش لمكانته المتميزة والمؤثرة مستنكرون لهذا الخرق الأمني ولهذا العمل الإجرامي المدان مثبتون ومعلنون إلى أنه مستقبل النجف مستقبل العراق لن يكون إلا بيد القانون وبيد هذه النخبة المجتمعية الدينية السياسية المؤثرة التي تحافظ وترعى مصالح أبناء الشعب العراقي بالدرجة الأساس